طول الوقت وإحنا فاهمين إننا بنتجوز ونخلف عشان نربي أولادنا ونكبرهم لحد ما بتيجي في حياة كل واحد فينا اللحظة بيكتشف فيها إن العيال كبرت وساعات هما اللي بيربوه زي باش مهندس نادر بطق السحائية النهاردة اللي بعد بيقولنا بنتي كبيرة قررت تربيني وتعلمني الأدب عشان شافتني بعمل حاجة من حق يعملها كزوج وأب لكن هي شايفة أني ارتكبت جريمة ولازم أتعاقب عليها لعمر كله طب يا ترى إيه اللي الأب عمله وبنته قررت إن هي تربي عليه دعالوا نسمع الحكاية من أولها ونشوف نادر بعت لنا يقول لنا إيه اسمي نادر سعيد مهندس ديكار وعندي تسعة وثلاثين سنة اتجوزت في سن صغير لما كان عندي اربعة وعشرين سنة وعندي حاليا بنتين وولد رانا أربعتاشر سنة ورغد عشر سنين وأنس خمس سنين قصتي بدأت من قبل الجواز بخمس سنين لما حبيت بنت زميلتي في كلية فنون جميلة وعيشت معاها قصة حب كانت الأربع دفعات بتتكلم عنها لدرجة أني وأنا في ربعة كلية رحت اتقدمت البابوها وقلت له نعايز أخطب بنت حضرتك واحجزها من دلوقتي عشان نتجوز بعد التخرج ما قدرتش أأجل خطوة أني تقدم لبعد التخرج لما عرفت أن في عريس متقدم لها وحضرتك ضغط عليها عشان تقبله بصراحة يا عمي أنا وبنت حضرتك بنحب بعض جدا وعمر ما حد هيحبها ولا هيسعدها قدي بس اللي حصل أن الخطوة دي جننت باباها وخلته يعاند لما عرف أن بنته رفض العريس بسببي ورفضني وصمم يجوز هالو عشان كان العريس المتقدم من عيلة كبيرة وعنده شقة 200 متر وعربية فخمة وكل الإمكانيات اللي بتحلم بيها أي بنت وبعد وصل التهزيق وإهانات لسه لحد دلوقتي مش نسيها باباها رفضني وطردني وقال لي فيما معناه أني مش مما قام بنته وأنها هتتجوز من واحد يليق بيها وهددني بلي ممكن يعمله فيه لو ما شلتش الموضوع ده من دماغي كلامه واجعني قوي والبنت نهارت حاولت تنتحر بعد اللي حصل لكن خلصت الكلام أنها تجوزت في الآخر من العريس التاني بعد ما قلت لها شو في مصلحتك لأن مش أنا اللي أشجع بنت تكسر كلام أهلها اللي ربوها عشاني ده غير أن أبوها اللي جرح كرمتي بالشكل المهين ده كان مستحيل أحط إيدي في إيده تاني وأقبل أنه يبقى جد ولادي وخطبت بعدها بنت خالي اللي كانت بتحبني من صغرها وأنا كنت زي المغفل مش واخب بالي لكن لما حصل اللي حصل شفت حياتي بشكل مختلف واكتشفت أن جواها لي حب عمري ما كنت أحلم بيه كنت بالنسبة لها يا سالي جزها وأخوها وأبوها وبتتمنى لي الرضا بأي شكل عمرها ما زعلتني ولا شفت منها أي شيء وحش وحسيت أن ربنا بعتها لي عشان تكون أحسن عوض بعد اللي مريت بيه عشت معها 13 سنة كلهم سعادة وحب ورضا وكانت وش السعد علي من بعد جوزنا بسنتين فتحت شركة صغيرة كده للتشتيبات والمؤولات وكسبت كسبت الشهد زي ما بيقولوا وبدل ما كنا متجاوزين في شقة 80 متر نقلنا بعدها الشقة 180 متر في مصر الجديدة وبقى عندي عربية أحدث موديل وحياتي اختلفت تماما والمرة الوحيدة اللي حصل بيني وبينها زعل كان لما شفتني فاتح الفيسبوك على بروفايل نادا نادا البنت اللي كنت بحبها زمان الكلام ده كان من كم سنة لما جيت أفتح الفيسبوك لقيتها بعتلي طلب إضافة ودخلت بروفايلها أشوفه فجئت إنها سنجل قصبة عني وقتها شريط زكرياتي رجع سنين طويلة الوارا ولقيتني بفتكر كل اللي فات ودخلت بدافع الفضول أشوف بروفايلها أكتر من مر لحد ما فوقت على صوت بنت خالي في مرة وهي بتقول لي مسكين بتلاقيها وحشتك مش كده رفعت الموبايل قصدها وقلت له خد يمسكي وشوفي بنفسك هي اللي بعتلي طلب إضافة مش أنا افتحي المسجر وشوفي لو لقيت حرف واحد بيني وبينها اعمالي اللي انت عايزي بكت وقالت كفاية علي نظرة الاشتياء اللي شفتها في عناك كفاية إني شفتك سرحان في صورتها مش محتاجة أشوف أكتر من كده بس أنا بوست قديها وقلت لها مفيش مخلوقة في الدنيا في قلبي وحياتي غيرك هي بالنسبالي ماضي وانت بالنسبالي النهاردة وبكرة وطول العمر اللي جاي حقك علي وقمت ميسك الموبايل وعمل لها بلاك وفضلت أراضي في مراتي كام يوم لحد ما هديت بس للأسف بنتي الكبيرة رانا اللي كان سنها وقتها حوالي عشرة أو حداشر سنة خدت بالها من اللي حصل وفضلت كام يوم قلب علي وبتكلمني من تحت الدرس طبيعي عكس رغض وأنس اللي كانوا متعلقين بيا بشكل مش طبيعي كنت في نظرهم السوبرهيرو وبطل أحلام طفولتهم كلها اللي مش بيشبعوا من القعدة واللعبة معاه كل منزل يروحوا يعودوا جنب باب الشقة لحد ما رجعه كل اللي فات ده كان مقدمة لازم تعرفوها قبل الكرسة اللي قلبت كين البيت رأسا على عقب وجابت عليه واطية لما مراتي الله يرحمها توفت لا إله إلا الله بقاء لله بشوانس نادر وأكيد عايز أعرف مشاهدين كمان عايزين يعرفوا إيه اللي حصل مراتي يا سالي وزنها زاد بعد ما خلفت تلات ولاد كانت نفسيتها وحشة جدا كل شوية تقول لي عايزة أعمل عملية تكمين معده عشان أرجع تاني زي العرائس وأفضل حلوة في عناك بدل ما نحسها أنك برت واتدهولت كده كنت أقول لها ما تقوليش كده يا حبيبتي أنت هتفضلي طول عمرك جميلة في عيني وست البنات وعمر محبي ليك هيقل أو كان مرتبط بشكلك أو وزنك كفاية علي طبتك وأصلك وحنيتك وبعدين أنت حلوة في كل حالاتك لكن هي كانت مصممة مصممة بشكل مش طبيعي حاولت كتير أقناعها تنزل الجيم تعمل دايت لحد ما وزنها يبقى ينزل واحدة واحدة لكن كانت كل شوية توريني صور بنات قبل وبعد العملية وتقولي دي صاحبتي فلانة شفت حلوة إزاي ودي قريبة مش عارف مين شفت اختلفت إزاي لحد ما اضطريت أسمع كلامها من كتر الزن وياريتني ما سمعت مراتي يا سالي بعد العملية حالتها تدهورت بشكل مش طبيعي وللأسف الشديد حصلت مضعفات صحية قضت عليها في ظرف شهرين ونص بالزبط من غير ما حد فينا يلحق يستوعب إيه اللي بيحصل لما الدكتور قال لي البقاء لله حسيتني بحلم فضلت أغمض عيني وفتحها وأنا مستني فوق من الكابوس ده عشان أجري عليها وحضنها وقالها الحمد لله الحمد لله أني كنت بحلم بس للأسف ما طلعش الكابوس كان الحقيقة المرة اللي لازم أتصالح معاها غصب عني واشوفها ربي عيالي التلاتة إزاي من بعدها فضلت سنتين بربي عيالنا التلاتة بمساعدة أختي وأمي لحد ما أمي تعبت قوي وصحتها بقيت مش مساعدها وأختي جزها كانت له سفرية كان لازم تسافر معاها لما الأمور اختلفت وأختي سفرت وأمي دورها بقى محدود قوي حسيتني بضيع لا بقيت عارف أهتمة بشغلي وأكل عيشي والشركة بقى حالها دايما في النازل ولا في نفس الوقت بقيت عارف ألعب دور الأب والأم لحد ما اضطريت أفكر في الفكرة اللي كنت بهرب منها ومش عايز ألجأ لها أبدا إن الجوز واحدة تانية تساعدني في تربية الولاد تعرف يا سالي في وقت من الأوقات فكرت أشيل البلاك من البنت اللي كنت بحبها زمان والحد دلوقتي معرفش هي إيه اللي حصلها وخلها رجعت سنجل ولا إيه اللي رجعها تبعت طلب صداقة بس قلت لأ مستحيل دي الإنسانة دي اللي كانت سبب في زعل مراتي وحبيبتي مني ودي الإنسانة اللي بنتي رنى عرفت حكايتها لما سمعت مامتها بتتخانق معايا لما طلبت لن صحابي وما عارفي يشوفوا لي واحدة بنت حلال وتتقي ربنا فيي وفي عيالي فجأت إن رنى طلعت أكبر من سنها بنتي يا سالي اللي لسه عمرها 14 سنة بمجرد ما عرفت أني بفكر في الجواز قالت لي عمري ما سمحك حتى لو شلت الفكرة دي من دماغك وما تجوزتش برضو مش سمحك كفية أنك فكرت في يوم الأيام ولو مجرد تفكير تتجوز بعد ماما لما حاولت أشرح لها وفاهمها البنت حالتها النفسية الضهورت الضهورت لدرجة أنها بدأت تتخيل أني ممكن أكون عملت العملية لمامتها عشان تموت وروح أتجوز واحدة تانية وقعدت فترة عند أمي ومقاطعاني تماما ولما رحت أخذتها بالقوة بقيت عيشة معايا في البيت زي الأغراب لا بتاكل ولا بتشرب ومش بتكلمني ولا حتى بتبص في وشي كأنها مخطوفة عند واحد غريب لكن أختها وأخوها التانين لسه متعلقين بي بقوا متعلقين أكتر بعد وفاة أمهم الله يرحمها والاتنين تفهموا كلامي عن الجواز لكن رانا لأ ووصل بي الحال إنها قدت لي لو مش عايزني أموت سيبني أروح أعيش مع تيتا ورغم أني وقفت كلام عن الجواز خالص عشان أرضيها لكن البنت لسه زي ما هي على حالتها